السلام عليكم كيكو شباب شعلا بخير ويوم رجال لكم مقطع جديد بالحلفة الثانية من السلق محاكم مزرعة 23 أو فارمينك ساميليتر 23 طبعا يا جماعة الخير هي اللابة بتنزل على الايفون والاندرويد بس بشكل مدفوع يعني لازم تشتري اللابة لحتى تقدر تنزلها او ايست الاندرويد بيقدروا بنزلوه بشكل مجاني عن طريق الجوجل وهالشي انتو لازم تستكشفوه أنا ما بقدر بقلكون عليه طبعا يا جماعة الخير بالحلقة السابقة ورجناكم بعض الاشياء الموجودة في اللعبة يعني كيف وضعية الشاحنات او المراكب الموجودة في اللعبة واليوم يا جماعة الخير راح نكمل استكشافنا في اللعبة ونشوف شو وضع اللعبة بشكل كامل طبعا يا جماعة اول شي خلونا نروح ندخل على المنزل بهالشكل مشان ننام لاني هون عابلونا انه لازم تنام فشو لازم نعمل يا جماعة الخير نعمل ممكن هيك اول شي خلونا نعمل بشكل كامل يوم الحلقة اي جماعة الخير لا تنسوا من الصلاة على النبي وليوم التنسوا من اللعبة واشتراك في عزرطة شهر تصوكناك كل جديد اترككم على المقطع ومشاهدي ممتعة ومثلما رأينا ادامكم يا جماعة هون في عمنا اول شي مجانة طبعا في عمنا هون جيجاد تعالي نشوف الجيجاد شايفين بق 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 بيك شايفين على هون وضع الليل يمكن تفضر بتبيع بيض وتشتري الدجاج وهيك شغلات فبس من جيت على عين النقطة تضغط رأي شارة الصح هون بيظهر لك الدجاج شقد سعره وشقد بيبيع البيض يمكن أو هيك شي على معظم تشتري الدجاج من عن طرف اليسار مثل ما شيفين بورجيك باليوم أو شقد عمر الجيجي وكل شار كم بيضة بالطالع يمكن أو هيك شي على هالمبدأ هاد طبعا راح نحط رجوع بهالشكل نركب التراكتور تبعنا نشوف شو وضع الحصاد اللي عنا ما شيفين التراكتور تبعنا بهالشكل خلونا ننتقل لباقي التراكتورات طبعا كلاتهم صيفينهم بهذا الشكل ها في عنا هون حصادي جماعة فشو لازم نعمل خلونا نكمل الحصاد تبعنا شو رأيكون بهذا الشكل عنا حصادي يا حبيب طبعا بالفيديو السابق قد نالكم شو بتحبوا نسمي شخصية اللاعب يعني اللي احنا عم نلعب فيه حاليا ففي كتير ناس ما قالوا يعني باسم اللي موجود يعني مثلا شو بتحبوا نسميه وهيك فما بعرف انت تعطون رأيكم في التعليقات هل في عندكم اسم معين بتحبوا نسميه لشخصية اللاعب هون ولا لا فان شاء الله ما بنأثر معاكن انا عفكر اسميه ابو عباس او اسميه ابو العبد شو رأيكون ابو العبد نسميه ابو العبد و المعاون اللي معنا الموجود في اللاعب نفسه يعني في معاون احيانا متستأجره مشان يحصد لك مشان يزبط لك مشان كذا فهذاك منسميه لأما ابو جاسم لأما منسميه شو سميه جماعة والله العظيم شو بيحية صراحة فكتبولي في التعليقات شو بتحبوا نسميه الشخصية يلي بتساعدنا في داخل الحصاد عرفتو كيف متل ما شيفين عم نحصد يا حبيب طبعا اللاعبه حاليا في بعض اللاعب ما بعرف شو قصته هذا اللاعب احيانا بتقطع الشاشة احيانا بتلاقي في كتير هيك احيانا بتصير غريبة فما بعرف شو سببه طبعا كتبولي في التعليقات احيانا بتصير عندكم هاي المشاكل ولا لا هالله فيه لاس قالوني انه اللاعب وعند ندخل عليها بتخرجنا تلقائيا بدون اي شي يعني هيك مباشرة بتخرجنا وبشكل تلقائي ما بعرف ليش فسبب هاي المشكلة اللاعب تصير معكم انا ما اظن انه جوالاتكم ما بتتحمل اللعبة هلا انا جوالي تقريبا راماته 8 عرفتو كيف راماته 8 ومساحة في مساحة والوضع كله باللوز وكل الالعاب تشتغل بشكل يعني سليم وبدون اي مشكلة بس سبحان الله هاي اللعبة نوعات ما نزلت العلق يعني حيث ميهل زيادة مثل في لعبة باصاتي اذا بتتذكرواها كانت اسمها باسم ليتر سيتريد على ما اذكر كمان هذيك اللعبة كانت فيها مشاكل بشكل لا يوصف هذيك اللعبة كانت يعني ميتة على الاخير يعني تلاقي تدخل تلاقي الباص عبي موت الله وكي لكم عبي استشهد فما بعرف هل هدا الشي عبصير عندكم كمان ولا بس عندي كتبوا لي في التعليقات طبعا يا جماعة الخير اللي ما تعباني يا حسامات الموجودين بسندوق لصف طبعا عنا حسام تيك توك لصف نحن يا جماعة الخير حاليا وقفنا يعني بشكل مؤقت البصوص المباشرة على اليوتيوب فإذا ممكن يا جماعة إذا ممكن تعبونا على التك توك هنيك عم نعمل البصوص مباشرة كل يوم تقريبا يوم أي يوم لا أحيانا طبعا يعني إن شاء الله ما من أسر معكم هنيك عبصير شون بيقول لكم عبصير الجو أجمل من اليوتيوب بشكل أكتر هيك صراحة في كتير ناس هنيك عبيدوا قلوب استمتعوا أكتر من اليوتيوب فإن شاء الله أنتم كمان إذا بتحبووا دخلوا وضبطوا النوضاكم وإن شاء الله بتستمتعوا كمان طبعا يا جماعة على ما أظن هون يمكن يمكن في عنا شي لازم نعملو والله عليم لازم نجيب شي بترين له مشان نفضي فيها المحصول اللي يعب يحصده هاي الماكين عرفتو كيف فانو تركتور رح نجيبه ما بعرف صراحة هلا لازم نجيب شي تركتور من نقربه شوي على المضخة يكن بس ما نقربنا عن المضخة هدا كل وقت مباشرة بتلاقي بيفضي عليها عرفتو كيف هلا طاعة شايفين اللعبة صراحة حلوة تصميمها حلو فيها أشياء حلوة يمكن منقدر منضيف عليها مودات فلا حد الآن ما استكشفت هذا الشي إن شاء الله إذا لقيت في عليها مودات إذا نزل عليها مودات جديدة أو أشياء هيك منقدر منضيفها على اللعبة إن شاء الله منعملكم عليها مقطع منصير منجيب لكم مودات هلا فيه لعبة الفارمينج سيميليتر 20 أو 21 اللي بتنزل كمان هذه كانت تقدر بتضيف عليها مودات سيارات شاحنات تضبط وضعك على كيف كيفك فهون ما بعرف اذا كان هذا الشي نفسه ولا لا هلا هون صراحة في عنا لحظة نوقف شوي هون في عنا شغلة موجودة في الأعلى إشارة السلة شايفين بتضغط عليها بالشكل في عنا هون الماكينات أو المراكب بتقدر تشتريهم في اللعبة مثل ما شايفين في عنا أكثر من شغلة هلا وفي عنا سيارة السيارة موجودة هون بيك أب هادا فقط مثل ما شايفين شاءت سعره هون يا جماعة الخير حاليا ما مسجل سعره بس هاد البيك أب في عنا شوفي كمان يا جماعة الخير في كتير أشياء بتشوفوه مثل ما شايفين حص صودات مدري شو في شاحنات يعني ترى ما في شاحنات تعالي نشوف شاحنات وما في شاحنات غريبة وين الشاحنات لازم يكون في شاحنة بس وين ما بعرف حاليا ها هاي شاحنا شايفين في عنا هاي الماك والماك الثاني ماك القديمة والجديدة حلو كتير كتير السعار هون شهادة سعره طيب شور احنا ها السعادة لازم تشحم في اللعبة ووحدة بكتب لها سعر بس حاليا ما شراي يمكن عندي ما بعرف طيب مثل ما شايفين قدامكم عم نشتغل يا معنلم طبعا يا جماعة الخير اللعبة سعره كتير غالي صراحة يعني غالي بشكل لايوصف يعني بحق هاي اللعبة بتقدر تشتري اللعبة اللي بتنزل على الكمبيوتر رسميا يعني بتشتري موقع ستي فما بعرف ليش المطورين حابين يثي وجعوا راسهم ويوجعوا قلبنا نحن كمان يعني في كتير راس ما راح يشتروا اللعبة وتسعين مية اغلب الناس تزلوا بشكل معدل من عن صريق الجوجل فالمطورين تحسن احيانا اغبياء ويحسن انه بيلحقوا المصاري فقط هلله هو في اشياء صحيف في اشياء انه لازم تنشرها بس السعر كتير غالي صراحة يعني يعني هالله متل ما شفتو في المراكة اللعبة متل عي الحصادة اللي معنا هي موجودة رسميا بالحقيقة يعني نفس اسماء الموجود في الحقيقة في عنا الشاحنات اللي شفتونا من شوية ورجناكم يعون شاحنة الماك هي رسميا موجودة في الحقيقة يعني هذا السبب انه يدفعوا بعض العمولات لمطورين لاصحاب الشركة مثلا مثل شركة الماك مثل شركة هولند او هكذا اسمها على ما اذكر هؤلاء الحصادات والتركتورات هذول طبعا كنلياتهم موجودة رسميا فهل يدفعوا رسوم لحتى يكتبوا اسم المراكب ولا شو الترتيب يعني اظن في هيك شي كما شفين طبعا هاي اللعبة صراحة بده حدا يكون معك في الانلاين لحتى تقدر تحصد وتخلص هالقصص هاي كلها لاني صراحة لقي بدون انلاين على الفوضي انا هذا الشي اني بشوفه ما بعرف انتو شو رأيكم طيب تعالوا نستعجر عامل يا جماعة الخير كيف رح نستعجر العامل مباشرة في عنا الزر عامل موجود في الأسفل هاي اللعبة صراحة بدون اي مشكلة شايفين بفلح لك الارض فلاحة معلم فيها خلص لها كلها خليص طيب خلونا نشوف نحن نشوفي عنا طبعا هاي اللعبة صراحة لاني فيها كتير كتير اشياء موجودة يعني ما عم بعرف من يدي قبل اشياء طبعا يا جماعة اعرف كيف بدي اعملش بسلسلة اللعبة صراحة لاني فيها كتير كتير اشياء موجودة يعني ما عم بعرف من يدي قبلش من يم بدي انتي صراحة فشو بتحبو نعمل مثلا مقاطع بولي في التعليقات لحظة يا حجي لحظة لحظة شو عب تعمل هل هي ترى ممكن لازم ننزل لعون ايوه طيب هالله هون يا جماعة اه غالبا رح نضغط هاي ونمشي هيك ممكن اه غالبا يمكن هيك تحصد حلو ولا هاي شو بتعمل تفلح يمكن تفلح الارض ولا ايش بيسموه يا جماعة غالبا بها الشكل بس هنيك في عنا هداك المثل الحاشي مو الحاشيش هادا متل فوارغ تبع الحنطة او الشعير او هيك هادا كيف رح نشيله كمان يا ترى طالوا هداك يعب يشتغل شايفين ووضع باللوز مع الليل طيب تزال هي بترجع تقول يا الله وف عملنا مشكلة هنا لحظة ايها اولارة هل يمكن من ر Linda لماذا سنذهب نحن حسنا اقرب اقرب ايوه معلم شغلة شغلة حلوة طبعا يا جماعة وصل لحدها الثاني هاي يعني بتمنى منها خلال تنسانها من اللاك يا حبيب يعني الله وكيل عم نتعب كثير في المقاطع بس سبطونا الله يسعدكم هاي كما شايفين وصلنا لهون طيب وبعدين 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 طيب خلال صفة هون شوي هاي نشوف شو في عنا غيرها ها تعال نشوف او قالك تعال ننزل نحط رسنا ننام شوي لاني صارت دنيا ليل ومعد نعرف اني راح نبلش فنعمل هيك نجي لهون ننام لقالك نعم حلو نيامنا شوي هالله هيك متل ما شايفين طيب هالله هون يمكن لازم نجيب هاي نركب هون تعال الكون نروح على الحصادي يشوف شو عمل معنا ذاك الحجي هل يعترى خلاص ولا ما خلاص ولا ايش عمل ايش ساوى طبعا هؤلاء خزانات هؤلاء خزانات لازم تخزن فيهم مثلا الحنطة والاشعير وهيك اشياء فتجيبهم على الخزانات تعرفتوا كيف وراح في الحصادي ج وراح في الحصادي وراح في الحصادي اخف ها شغال لسه لحد الان ما شاء الله عليه والله شغال معلم هذا يا سلمي واخسب بالله شغيل مرء هذا شايفين فضناها في الارض يا ذرمه فضي شوي هيك حبيب هو فضنا شوي تمحصول خلينا نروح نبيعه فرج ترلت على البيت طيب والله يا جماعة الخير ونخلي تكمل هداك الحجي طبعا شباب متل ما شايفين جيت لهم بس ما بعرف لي جيت لهون صراحة اللعبة صعبة شوي فيها كتير اشياء لازم تعملها بس انا ما بعرف اني راح ابلش وان راح نخلص وان راح نساوي فبشارك يا جماعة الخير كتبونوا رأيكم في التعليقات حبيتوا اللعبة حبيتوا المقاطئ كتبوني في التعليقات شو لازم نعمل وانين راح نبلش وان شاء الله بالمقطع الجاي بركي من نعملكم التحكمي لي للسلسلة وان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله يجب ان اثيروا السلام معكم هذا المقطع اتمنى ان اضعنا مشتركة في ذلك اشترككم في امان الله والسلام